قدمت مؤسسة حياة كريمة دعما غزائيا ونقدي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرة يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية كانت مؤسسة حياة كريمة قد أشادت بتوصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية